في إطار الإعلان عن بيع سيارات من مختلف الموديلات والمركات أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوت سيارة فما هي تفاصيل هذه المواد وكيفية الاشتراك به وما هي الشروط المعلنة؟ هذا ما سنوضح الآن لحضرتكم من خلال تغطيتنا أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبعية 16 لوت سيارة ولوت مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ستعقد الجلسة في الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2029 بمقر نادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم وعن شروط المعينة والمشاركة في المزاد يشترط على المهتمين بالمشاركة في المزاد إجراء عملية المعينة حيث يمكن معينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وذلك بالقرب من موقف الاتوبسات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى الثانية تظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد نفسه وعن أنواع السيارات المعروضة في المزاد يشمل المزاد مجموعة متنوعة من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات من بيكاب ونقل وملاكي وتشمل هذه السيارات مركات عالمية مثل مارسيدس، دوج، بورش، بي ام دابليو، تيوتا، كرولا، لاند كروز، فوليكس، هونداي، جيب شروكي، هوندا وأودي بالإضافة للمجموعة متنوعة من المواتين وبالنسبة لخطوات الاشتراك في المزاد يباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي حتى يمكن لراغبين في المشاركة شراء هذه الكراسة للتعرف على شروط المزاد يطلب من الأفراد تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بالإضافة إلى بطاقة دوربية للخاضعين لها التجار ويحق للمشتركين في المزاد خلال عملية المعينة استحاب أشخاص آخرين ذوي خبرة من معينة السيارات يتم البيع وفقا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي تنص على بيع كل لوط على حدة بدون عمولات يشترط على المشتركين في المزاد شراء كراسة الشروط ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10.000 جنيه كتأمين مؤقت في حال عدم رسوء أي لوط من السيارات على المشتركين في المزاد يتم استرداد التأمين المؤقت ويتم خصم قيمة التأمين من سعر السيارة في حال رسوء الوط على المشترك يجب على الراسي عليها المزاد دفع 30% من قيمة استفقى فور رسوء المزاد ويتم استداد باقي المبلغ خلال 15 يوم من تاريخ رسوء المزاد وفي حال تأخر الراسي عن استداد يتم فرض غرامة على كل يوم تأخير وأخيرا هذه هي الجلسة وشروطها بشكل موجز للمشاركة في المزاد والاستفادة من فرص شراء هذه السيارات المتنوعة والمخزنة بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي إن مزاد السيارات المقام بمطار القاهرة يعتبر فرصة ممتازة لشراء سيارات عالية الجودة بأسعار تنافسية يشجع المهتمين بالمشاركة في المزاد على الاستعداد بكافة الوثائق والأوراق المطلوبة لدمان حقهم في المشاركة بنجاح إلى هنا يا مشاهدين الكرام نصر لإلى نهاية تغطياتنا لمزيد من المتابعة والتغطيات تابعونا على موقع صد البلد نشكر حضرتكم نتيب المتابعة وإلى اللقاء